بما أننا أصبحنا خلاص على بعد أيام من كأس العالم كأس العالم 2022 الحدث الأبرز في كرة القدم كل أربع سنوات للأسف النجوم تتساقط كأوراق الشجر كل يوم نجم عمال يقع وعمال واحد عمال يحلق يمين وشمال ايه دو يا جماعة في الإصابات مش عايزين كاس عالم بغياب نجوم كبيرة بغياب نجوب عظيمة النهاردة وكيل بول بوكبة أعلن رسميا غيابه عن المنتخب الفرنسي في كأس العالم ده بول بوكبة حياة كبيرة جدا تعال نشوف بقى الأسماء التانية اللي هتغيب عن كأس العالم بسبب الإصابات برضو تعال نشوف دي جوجودة طبعا نجم ليفربول لعب المنتخب البرتغالي عنده إصابة في عضلة الربلة وبيدرونيتو أيضا لعب المنتخب البرتغالي عنده إصابة في كاحل القدم بين اللوم لعب المنتخب الهولندي كسر في الساق هولندا مش نقصة غيابات برضو وده طبعا أنا شايف ده الخسارة الأكبر حتى الآن في كأس العالم نجولو كانتي لعب وسط المنتخب الفرنسي عملية جراحية في أوطار الرجبة بول بوكبة لزي ما وطر حراتكم اللي تم الأعيان النهارة الرسمية إنه هيغيب عن كأس العالم إصابة عضلية تخيل سنائي وسط فرنسا في كأس العالم 2018 بول بوكبة ونجولو كانتي هيغيبوا عن كأس العالم بس طبعا عندهم اللي عوضوا ماك مينا لاعب مينا حارس مارما ميلا هيغيب عن فرنسا أيضا إصابة في الأوطار وهوغلوريس هيبه هو الحارس الأساسي بكل تأكيد رفايل بران لاعب المنتخب الفرنسي مدافع المنتخب الفرنسي لاعب ماتشيسونو نايتد إصابة في وطر الرجبة فرنسا تحديدا عندها يعني لعبين كتير يعوضوا كتير بصراحة قائمة مليانة من اللعبين رونالدو أروخ ومدافع برشلونة ومدافع منتخب رجويه هيغيب بسبب تمزك في العضلة الضمة وأيضا أرتور ميلو لاعب وسط المنتخب البرازيلي المنضم ليه ليفربول وفضل الانتقالات الصيفية أجرى عملية جراحية وكده كده يعني غليون كانت شهادة موجود في كاس العالم بس هو اسم يعني آه ريس جيمس لعب تشيلسيو والمنتخب الانجليز زي الايمن تشيلسيو والمنتخب الانجليزي هيغيب بسبب سوف الرجبة وده كان يبقى الساسي منتخب انجلترا في كاس العالم بس نصيبه بقى عشان أكيد مع المستوى اللي بيعمله أرن ده مش هيشوفها وده برضو كان ممكن يبقى هوت زي الايمن برضو بصراحة يعني كاي الووكر زي الايمن منشستر سيتي والمنتخب الانجليزي هيغيب عن انجلترا بسبب إصابة في كاحل القدم مارك رويس طبعا اللعب الخبير اللعب الكبير هيغيب عن المنتخب الالماني لعب بروسيا دورتووند بسبب إصابة في كاحل القدم صغره والله شوية اسماء حلوة قوي شوية اسماء عظيمة جدا جدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة